أما أهم ميزة فهي الدائرة اللي رح ترسمها على الشاشة هاي الحركة تغيرت مفهوم البحث بالتليفون للأبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي خلصت رسميا أشهر من التسريبات والأخبار وصارت جنرال يمنى رفعت الأقلام وجفت الصحف للغالكسي S24 ألتر الجديد وهاي أقوى 11 ميزة تخلي أقوى جهاز بالعالم في 2024 دخل أسواقنا يلا نبلش بسم الله أنا حسن وأهلا بكم في فيديو اليوم أكيد نبدأ ويا التحديثات والسوفتوير لأن هنا أنا عندك رقم تاريخي بس جوجل و سامسونج ومسوي وهو سبع سنوات تحديثات أندرويد وياها تحديثات أمنية رح تجي للأس 24 ألتر يعني من 2024 إلى 2031 إذا الله خلانا طيبين ومثل ما يقولون نحلنا عمر تفقى هذا حاليا سامسونج و جوجل فقط واثنينهم أحسن من أبل ولأول مرة فقط يتفوقون عليها وينطق سبع سنوات من التحديثات ثاني طفرة هي بالكاميرات مال الجنرال وأولها أسرع شتر سبيد بتاريخ أي تلفون من سامسونج يعني تصوير لحظي من الدو سدقمو تاخذ الصورة ب 175 جزء بالألف من الثانية يعني ما تفوتك أو تفوت عليك أي لقطة مهمة تريد تصورها وكيدا رح تسمع أنه سامسونج قلدة الآيفون سوت متحسس 5x للزوم بدل 10x اللي تشام بلس 23 ألترا ومثل ما سوت أبل بالآيفون 15 Pro Max ما لك صالح يا صاحبي بالحدش سامسونج صح سوت متحسس 5x بدل 10x بس سامسونج سوت لك متحسس أقوى بهواية من متحسس أبل قوة 50 ميجا تقدر تصور منه فيديوهات 4K 120 فريم وعندك زوم هايبرد منه 100x والصور منه أحسن من الاس 23 ألترا والآيفون 15 Pro Max ومتحسس ستة لفوتو طبعا الاس 24 ألترا يجوز بالظاهر من بعيد تصميميا ما يفرقه هواية عن الاس 23 ألترا لكن الحقيقة ومن تتقرب زين رح تشوف فرق شبير أول شي الاس 24 ألترا يجوك بإطارة من التيتانيوم من الجريد الثاني وبس بالحواف الجانبية الهدف منه برأي شكلي ودعاية أكثر منه قوة ليش لأن هذا نوعه مو مثل اللي موجود بالآيفون من الجريد 5 اللي يعتبر من أسباب الحرارة العالية بالآيفون يعني ما يوصل حرارة لجريد 5 مثل هذا بس مو بس هنانا الفرق بالتصميم سامسونج استخدمت تصميميا ولأول مرة بالعالم طبقة الحماية من طراز الكورنينج اللي تعتبر الأقوى من الفيكتر ستينيون بقى 4 مرات ضد الخدوش بس مو هاي فكتها أصدقائي عدي واللي ما حد رح يقول للك ياه أنه هاي الطبقة تعتبر أنتي غلير أو مضادة للمعنمى للشاشة وتطفيها بنسبة 75% طبعا أنت يزوزي تقول هاي تفصيلة صغيرة بس صدقني رح تفرق لك حين من تستخدم التليفون بأي مكان بيضوه قوي خصوصا إذا كو شباش وراك أو ضوه مباشر على شاشة التليفون أو بالسيارة إضافة جدا رهيبة أصدقائي ومن أهم التغييرات اللي تصميمية اللي صارت بالأس 14 ألترا لا وفوقها هالشاشة إضاءة 1600 شمعة وبالمعدل 2000 شمعة ثابت وهذا الأعلى بشاشة من سامسونج لليوم وأعلى من الآيفون مرة ونص تقريبا خليك تتفرج وتستخدم الشاشة براحتك جو الشمس مالتنا براحت راحتك والجهاز ما يحمي حتى بالشمس المباشرة وهاي نقطة ميزة هواية عند الآيفون الحواف حول الشاشة أيضا من العنحف بتليفون من سامسونج والشاشة صارت فلاث لأول مرة بجهاز من سلسلة الأس من تسع سنوات لا بيلوفة لا بينحناء حيل مريح أصدقائي بالاستخدام خصوصا إذا أنت مثل تكتبوا هواية بالتليفون أو تستخدم القلم اللي هنا أنا أصدقائي صار وحش ومالشغل الأسبين وتطبيق النوتين ديم جو وبشكل خرافي صارها بيخلك تقدر تلخي الصفحات كاملة إلى نقاط مختصرة وترجمو لك من أي لغة تويصح حولك القواعد والأملاء الغلاط لا ويعدلوا خطك من كتابة إيد إلى حروف مطبوعة أما أهم ميزة فهي الدائرة اللي رح ترسمها على الشاشة هاي الميزة أصدقائي تقدر تسويها بالأسبين أو بإيدك وبأي تطبيق أنت هاي الحركة تغيرت مفهوم البحث بالتليفون للأبد سيركل تسيرج أو الدائرة اللي تبحث بيها بمجرد ما ترسم حوالي دائرة لأي شيء أصدقائي بأي صورة يطلع لك لينك من جوجل وهذا الشيء هاي الحركة واحدة مثل ما قلت لك رح تقوله بطريقة استخدامك للتليفون أي صورة تلقاها من أي تطبيق وتحاوطها تعرف كل شيء عن هذا الشيء لا أصدقائي سحر حرفيا واحدة من الأشياء اللي تخليني أعشق الأس 24 ألترا عدد ترجمة المضبوطة واللي موجودة ويالأسمن وطبعا ما ننسى الأداء لأن هنا أنا عندك معالج سناب دراجون وهذا رح تشوفه بهواية أجهزة فلاكشوب وقوية بس المو طبيعي بالأداء إنو جنرال هو أبرد جهاز بطاريخ سامسونج كلها لأن بمنظومة تبريد هي الأكبر بأي تليفون بين كل أجهزة سامسونج وكل تاريخه بحيث ما رح تصير عندك أي مشكلة ويأي تطبيق أو حمل ولأي وقت الرام أيضا موجود بنسخة واحدة بالجهاز 12 جيجا من الجيل الأحدث للبي دي دي ار 5 اكس ذاكرة نسخ تين بس بالعراق 512 أو 1 تيرا هذي النسخ أصدقائي جاية بسعر رهيب سعر نسخة 312 512 جيجا اليوم هو 1.650.000 دينار عراقي السعر ما هل قد رهيب والطلب على الجهاز مفول ومهول الآيفون وكيلة نزلوا سعر الآيفون للقاع تخيل خرط سعر الآيفون من مليونين وكسر إلى 1.790.000 دينار بليلة وحدة أصدقائي هذي راح تشوفون عنا فيديو كامل قادم إن شاء الله بالأيام من جاية ليش صار وشلون صار لأن لازم نسولف بهالموضوع اللي بصراحة صار مستفز الترجمة الآنية على الجهاز وبدون انترنت هي من الحركات الرهيبة اللي راح تخليك وتخليني وتخلي أي واحد يشتري التليفون بعي تطبيق اتصال موجودة عندك تقدر الشغل مترجم آلي من الصوت إلى كتابة من تبدل اتصال فعل طلب الترجمة وانطلق وعندك الترجمة أثناء الكتابة والذكاء الصناعي يعرف نوع المحادثة واللغة وحول مسجاتك مباشرة للغة الثانية لا وذا تريده هم يعدلك الطريقة وما الكتابتك مثلا يسويها شوية رسمية أو وديها أكثر بصراحة هاي الميزات خصوصا ترجمة الاتصال الفوري أو تحويل نمط الكتابة بعدها مو كليش دقيقة واني اليوم أنطيها مو أكثر من ستة من عشرة وبيها هواية ملاحظات بس لازم تعرف انه هاي مميزات ذكاء صناعي راح تتحسن بالوقت تتعلم عليك على صوتك على الأصوات وبالتدريج تتطور واني أحيي سامسونج على إضافته ورح تغير أكيد طريقة استخدامنا التليفوناتنا بالأيام الجاية هما التعديل الصور صار رهيب بتطبيق الفوتو الأساسي بالتليفون وتحول إلى أداة مخيفة أصدقائي خصوصا ويالذكاء صناعي اللي خليك تقص أيشي من الصورات زغرة تكابرة تغير مكانها حتى تخبي ظلة براحتك أما الميزة الرهيبة برأيي بتطبيق الصور فهي الزوم آوت اللي ما موجودة بأي تليفون ثاني بالعالم خليك تحول صورة صغيرة إلى صورة أكبر يرسمها ويكملها الذكاء الصناعي وبشكل أقدر أقول عنه كجيل أول إنه هو شبه مثالي رح تقدر هما تتصور فيديوهات 4K 120 فريم من كل العدسات بالظهر لو تتنقل بين العدسات أثناء مدى تصور براحتك ولأول مرة بتليفون خارج تليفونات أبل طبعاً الآيفون يقدر يصور 4K 60 فريم بس من كل عدساته الأس يقدر يصور 4K 120 فريم وهذا يودّينا للنقطة اللي وراها الآيفون أصدقائي مو مثل الجنرال الجنرال يقدر يصور 8K معدل 30 إطار بالثانية وبتثبيتها رقمي دقيق وممتاز وفقط الأس 24 ألترة بالعالم يقدر يصور بهاي الدقة البطارية بالأس 24 ألترة صارت أحسن من الأس 23 ألترة و 15% بحسم سابزونج رغم إنه الشاشة أحسن وضعتها أعلى بـ 50% والمعالجة قوى بـ 25% من الأس 23 ألترة وهذا الشيء أصدقائي رح تلزم لازم يد من تخلص اليوم ويجهاز وتشوف الشحن مو أقل من 25 و 30% وهس وصلنا لآخر شيء لازم تعرفه عن الجنرال أو الأس 24 ألترة وهو إنه ميزات الذكاء الصناعي الموجودة حسها ببلاش وحط لي خطة نجوا ببلاش موجودة اليوم بجهازك ورح تستعملها رح تتحول لخدمات مدفوعة في 2025 خصوصا الخدمات السحابية اللي تحتاج إنترنت وبصراحة هاي علامة استفهام كبيرة ووحيدة عندي على الجهاز شنو ميزات أنت تروجها كمميزات لتليفونك يستخدمها المستخدم ويتعود عليها اليوم يستخدمها ببلاش بعدين يصير ميزات مدفوعة أعرف إنه أي شيء يحتاج السحابة وسيرفرات وأي شيء بإنترنت يحتاج فلوس تنصرف على إدامة السيرفرات وتطوير الخدمة بس بالتليفونات هاي أول مرة أصير وأشوفها غريبة حيل خصوصا بجهاز مثل العس أنا عن نفسي ميزة التلخيص مال المستندات ولثايق وترجمتها أشوفها تستحق إذا صارت احترافية أكثر غير يجوز يحتاج غير ميزات مثل تعديلات الصور تعديلات الفيديوهات بس يبقى السعر الشهري اللي يجازم أدفعه جودة الخدمة وشون رأشوفها راح تتطور منها لسنة الجاية هذا واحدة راح يحدد بس موقف الناس منهج حركة من سامسون ورغم هاي الملحوظة فالجنرال رجع واكتسح الساحة وبنصر ساحق وبدون منافس حقيقي بأسواقنا يقدر يوقف قبالها لليوم لليوم أصدقائي أتمنى أن باقي الشركات الصينية غادر سور الصين العظيم وتجيب وحوش هيمنا حتى نجربها هذا كان كل ما عندي لهذا اليوم وأشوفكم بالفيديو جاي بخير وصحة وسلامة في أمان الله